نبدأ اليوم نتكلم عن الوجبة المفتوحة أي أحد يسعو هداية يحب الوجبة المفتوحة يسمونه الوجبة تلغش أو الوجبة المفتوحة الناس يسمونه free meal أسميها كثيرة ولها معزة خاصة عند الجميع أول حاجة لازم لما أنا أختار الوجبة المفتوحة أول شي لازم أفرق بين الوجبة المفتوحة وليس اليوم المفتوح يعني تكون وجبة وحدة ومو يوم كامل طيب أنا لما لسه بادي النظام هذه نظام الغذائي أو الدايت أو الحمية يعني يفضل تناول مجموعة مفتوحة بعد شهر على الأقل من بدء اتباع النظام لأن الإنسان لسه في البداية لما يبدأ النظام لسه مواثق من قدرته على الاستمرارية فيمكن لو بدأها وبدأ بعد أسبوع يمكن خلاص يجي له نكسه وما يكمل فيفضل نخليها بعد شهر عشان يبدأ يشوف نتائج أصلا يعني فهذا ما يأخرى أو يخليه خلاص يعني يعطيه حافز أكبر يعني أنا عندي حافز أوكي بعد شهر خلاص ما أكل وجبة مفتوحة فيصبر نفسه عليها يعني هذي شي شروط هالثانية لازم نكثر من تناول ماء لتجنب عسر الهضم لأن الجسم أصلا تتعود على طعام صحي طوال الأسبوع فلازم أكثر ماء بعد ما أكل وجبة مفتوحة في ناس يعتقدوا أنها تكون وجبة غذاء لأن عملية الهضم تصير أصعب في المساء بس هم في الحقيقة يعني الدراسات الجديدة تقول ما له دخل متى أكلت الأكل اللي أكلته مو مهم الوقت المهم هو سعرات الحرارية أكلتها في الصباح أكلتها في المساء ما بتروح مكان بتتخزن فمو مهمة تأكلها يعني أنا بالنسبة لي مثلا أنه لو أكلتها في الليل أحسن لأنه لو بديت في النهار واليوم تقول اليوم خربان خربان فبتكمن فيعني يفضل أنها تأكلها في الليل أحسن خلاص ختمت اليوم يعني ويفضل أنك تخلي لها يوم واحد ثابت في الأسبوع خلاص أنا يوم الجمعة أو يوم السبت اليوم المفتوحة عشانهم مثلا أكلتها السبت الأسبوع اللي بعده صارت الخميس فكأنه ما أمداني أكمل ستة أيام دنما أكل هذه الوجبة مفتوحة يفضل عدم الوزن في اليوم التالي تجنب السطمة والأحباط لأن رو أنا وزنت بعدين شربت ماي وكذا يعني يمكن الوزن زايد شوية يعني احتباس سواء المينلي فما لهداعي الأحباط والحزن يعني فتخليها بعدين لما ترجع للنظام يعني بعد يومين مفتوحة تقدر توزم مرة ثانية هذه الأخطاء الطبية الغذائية الخاطئة يعني عدم تناول كمية كافية من الطعام والاستمرار على الحمية يؤدي إلى بطء عملية الأيد لأن الجسم يحاول حماية نفسها زي ما قلناها قبل بيدخل في المود المجاعة إنه خايف إنك في أفريقيا يفكر وإنك ما عندك أكل تاكلها فبتموت فيقوم يخزن الأكل عشان بعدين لما ما يصير فيه ولا شي هو يستخدم هذي اللي خزنهم فهذه أكبر غلاط إن الإنسان لما يبدأ دايت ما يأكل يعني فالمفروض إنه تكون الحمية زي ما قلنا يقلل بس خمسمائة لسبعمائة سعرات من السعرات الحرارية اللي يحتاجها بس يعني يحسبهم بس اتباع الحمية المتوازنة أقل من خمسمائة كالوري يحفاظ على وزنه وقلناها قبل كذا في الحاجة الثانية حدف مجموعات غذائية كاملة الحمية قليلة الكاربز زي ما قلنا يعني فيه ناس هي بصح تنحف بس ما هي ما بتنفع على المدى الطويل يعني مثلا الحمية قليلة الكاربوهايدرات مثلا حمية إنه ما أكل فيها ولا شي يعني من الكاربز بس أكل دهون وبروتينز يعني فيه ناس تعتقد أكثر ناس يفكروا إنه خلاص أنا بقطع الكاربز معناتها بصير يعني بصير سلم بس في الحقيقة هي مصدر الطاقة الأساسية وهي اللي تعطينا الطعام لذتها فالمفروض المنطقي أكثر إنهم يقللوا دهون لأنه لما تقلل نهون قللت واحد جرام معناتها قللت تسع سرات حرارية بينما الكاربز فيها أربع سرات حرارية هذي بس مثال هذي هنا نجي فيور كاربز من نتيجها في هذي ناترال فاتس عندنا زبدة وعندنا زيت زيتون وعندنا هذي دهون عندنا البيض هنا كل ما جينا هذي مور كاربز وهذي هاي كاربز فإحنا مفروض نكون في النص ناكل من الأثنين بتوازن يعني عشان الاستمرارية المرة الجاية بنكمل في هذي الأخطاء اللي نتبعها في الحمية اللي يقع فيها الناس اللي استبتدوا في الحمية فبنشوف واحد واحد منهم وشان المفروض نسوي عشان نزبطوا الوضع يعني أكثر